السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة عندنا براجراف عن موضوع plans for your next holiday خطتك للإجازة الصيفية المقبلة نبدأ بالبراجراف بتاعنا I have many plans لدي العديد من الخطط for the summer holiday للإجازة الصيفية بنبدأ البراجراف بتاعنا وبنقول لدي العديد من الخطط في الإجازة الصيفية firstly أولا me and my family أنا وعائلتي will travel to Alexandria سنسافر إلى الإسكندرية يبقى أول خطة هنا أنا وعائلتي سنسافر إلى الإسكندرية we will spend سنقضي two weeks there أسبوعين هناك سنقضي في الإسكندرية أسبوعين so ولذا I am so excited أنا متحمس جدا I think it will be أعتقد أنها ستصبح a fantastic journey رحلة رائعة يبقى أول خطة سأسافر أنا وعائلتي إلى الإسكندرية سنقضي هناك أسبوعين أنا متحمس جدا أعتقد أنها ستصبح رحلة رائعة also وأيضا I will read سأقرأ mini box العديد من الكتب in the holy day في الإجازة because reading is useful لأن القراءة مفيدة يبقى تاني خطة هي أنني سأقرأ العديد من الكتب في الإجازة لأن القراءة مفيدة I will visit سأزور all my friends جميع أصدقائي I want to enjoy a lot أريد أن أستمتع كثيرا with my friends مع أصدقائي يبقى ثالث خطة هي أنني سأزور جميع أصدقائي أريد أن أستمتع مع أصدقائي finally وأخيرا I plan to go وخطط إلى الذهاب to the sports club إلى النادي الرياضي I want to do many sports أريد أن أعمل العديد من الرياضات like swimming مثل السباحة running الجري and basketball وكرة السلة يبقى الخطة الأخيرة هنا أريد أن أذهب إلى النادي الرياضي أريد أن أفعل العديد من الرياضات مثل السباحة والجري وكرة السلة I think it will be أعتقد أنها ستصبح a good idea فكرة جيدة because also لأنه أيضا I will know there سأعرف هناك many people الكثير من الناس and make friends there وأصنع الصداقات هناك يبقى بقول هنا أعتقد أنها ستصبح فكرة جيدة طبعا أصدنا على أننا نروح النادي الرياضي أعتقد أنها ستصبح فكرة جيدة لأنني سأعرف هناك الكثير من الناس وسأصنع الصداقات I am so excited أنا متحمس جدا to do all these plans لأفعل كل تلك الخطط in the summer holiday في الإجازة الصيفية بننهي البراجراف بتاعنا وبنقول أنا متحمس جدا لأفعل كل تلك الخطط في الإجازة الصيفية بس كده انتهى البراجراف بتاعنا عن موضوع خطتك في الإجازة الصيفية your plans in the summer holiday والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر